لا تزال أزمة الريال اليمني تراوح مكانها بين الصعود المطرد وبشكل جنوني تبلغ الريال اليمني مقابل الدولار أكثر من 440 ريال منذ مطلع نوفمبر الجاري ولمواجهة أزمة الريال وما نتج عنها من أزمات اقتصادية مستفلحة ومعاناة إنسانية جعلت اليمن أقرب من أي وقت مضى للمجاعة وفقا للأمم المتحدة خصصت المملكة العربية السعودية ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني دعما لاستقرار العملة وإيقاف انهيار الريال إجراءات نقدية ومالية وإدارية أخرى تم الإعلان عنها لإيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني ومنها تقديم السعودية دعم لضمان تشغيل الكهرباء من توفير المشتقات النفطية لها لمدة عام إلى ذلك تنضي الحكومة اليمنية نحو إنجاز مشروع عملاق في الاتصالات وفق لناطقها الرسمي راجح بادي مشروع يقول خبراء اقتصاديون أنه سيسحب البساطة من تحت أقدام الإنقلابيين ويوفر إيرادات كبيرة سيتم إيداعها في البنك المركزي بعادا وما إذا كان الريال اليمني وفقا للإجراءات السعودية اليمنية المتوقعة ومنها الوديعة السعودية سيتجاوز أزمة الإنهيار يؤكد محافظ البنك المركزي منصر القعيطي أن الوديعة ستسهم بشكل كبير في الحد من تدهور سعر الريال كما ستدعم العملة في أسواق صرف الأجنبي ناهيك عن كونها ستمثل عاملا مهما لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية الداعمة للبنك القعيطي أطلق إشارات تطمينية وأكد أن الوديعة السعودية بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية وإنعاش وتعافي الاقتصاد وتمهيد لمباشرة عملية البناء وإعادة الإعمار غير أن ذلك يتطلب أداء حكومي رشيد يستفيد من الوديعة والمساعدات الاقتصادية كما يشترط استقرار العملة إجراءات حكومية حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام عودة الحكومة إلى عدن وتمكين السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار